بالتأكيد الكل عايزة تطمن عن حالة كابتن محمود الخطيب الحقيقة كابتن الخطيب من فترة ليست بالقصيرة ومعاناته مع ألام العمود الفقري طويلة جدا كابتن الخطيب بكل أسف اتعرض لعملية وهمية خضع لها يعني ما فيش دعا لذكر أسبابها إيه لكن اتفتح ظهره وتقفل تاني من فترة ليست بالقصيرة يعني وبعد فترة لما سافر إلى ألمانيا فالدكاتر قال له انت ما عملتش عملية أصلا يعني فكانت مفاجأة يعني وتعمله زي جراحة كده هناك والأمور الحمد لله إلى حد ما بقت كويسة العملية دي عشان بقى أقولكو اللي أثرت على ودن كابتن محمود الخطيب فتلاقي دايما لما تكلمه يقولك تعال لي من هنا عشان أسمعك اللي بعض الإخوة بكل أسف وأسألك إلحا وده بينحني والخصة اللي مش لطيفة للبعض روج لها دا كانت قصة بعد كده الدنيا مشت زبطت الحمد لله إلى حد ما بقى يروح كل شوية يعمل فحصات ويعمل جلسات ويرجع الدنيا مشة تماما لحد ما جات الانتخابات انتخابات بجهدها العنيف جدا 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 وكابتن خطيب بازل مجهود على مدى أكتر من 45 يوم دلتها انتخابات وكمل قبلها كمان حوالي ثلاث شهور كان في حالة من الإرهاق العنيف جدا لكابتن محمود الخطيب وصمم الراجل بعدها بعد انتخابه مباشرة أنه النادي يمشي في الاتجاه الصحيح في الاطار الصحيح بمجلس إدارته المحترم كله من أوله وآخره وبدأت العجلة تدور داخل النادي الأهلي وناس أعضاء النادي وأعضاء الجمال حتى بقوش مسدقين هذا التواجد الغير يعني معتاد بقى بعد بالعشر ساعات في مكتبه وده اللي لاموا عليه كتير جدا السادة الأعزاء الأطباء يعني قالوا له مش معقولة ما ينفعش تشغل عشر ساعات وتمان ساعات وتسعة ساعات انت أكتر حاجة تشغلها ست ساعات يعني كويس قوي أو خمس ساعات كمان وحنا كنا معتدين أنه يعني رئيس النادي الأهلي بيظهر في فترات متبعدة يعني ده على مار التاريخ على فكرة لكن وراجل كان عايز يعيد ترتيب البيت خاصة أنهما كانوا مجلس جاي بعد مجلس قديم يعني أو مجلس سابق لهم كل الاحترام وهعقب برضه أشواء كلمات تقالية الفترة اللي فاتت دي واشتغل الكابتل الخطيب وكلا